أتصرف في وحدات قيس المساحة الجزء الأول أتعهد مكتسباتي أتذكر جدول قيس المساحة هذا جدول قيس المساحة نلاحظ أن كل وحدة تتكون من قسمين هما الآحد والعشرات أجزاء المتر المربع ملي متر مربع سنتي متر مربع دي سي متر مربع المتر المربع سنتيار متر مربع مضاعفات المتر المربع أر دي كا متر مربع هكتار هكتو متر مربع كيلو متر مربع أولاً أكمل في كل مرة بالوحدة المناسبة بالرجوع إلى جدول قيس المساحة ثلاثمائة وخمسة متر مربع يساوي ثلاثين ألفاً وخمسمائة دي سي متر مربع يساوي ثلاثة فاصل صفر خمسة دي كا متر مربع يساوي صفر فاصل صفر ثلاثمائة وخمسة هكتو متر مربع واحد وأربعون أر يساوي أربعة آلاف ومئة متر مربع يساوي صفر فاصل واحد وأربعين هكتار باء أحول إلى الوحدة المذكورة واحد فاصل صفر سبعة كيلو متر مربع يساوي عشرة آلاف وسبعمائة دي كا متر مربع يساوي مائة وسبعة هكتو متر مربع خمسة فاصل ثمانمائة وتسعة هكتار يساوي خمسمائة وثمانين فاصل تسعة آر يساوي ثمانية وخمسين ألفاً وتسعين متر مربع أوظف ثانياً شارت خياطة لفيفة قماش قيس طولها بالمتر ثمانية عشر وقيس عرضها بالمتر واحد فاصل اثنين قصتها إلى قطع مربعة الشكل ضلع الواحدة منها مساوي لقيس عرض القماش ثم جزأت كل مربع إلى تسعة مناديل مربعة الشكل ومتقايسة وأحاطت جميع المناديل بسفيفة ثمن المتر منها صفر فاصل ثمانمائة وخمسة وسبعين دينار ماقيس مساحة كل قطعة من القطع التي تحصلت عليها هذه لفيفة القماش مقسمة إلى خمسة عشرة قطعة مربعة الشكل وهذه القطعة الواحدة المربعة مقسمة إلى تسعة مناديل صغيرة وأحاطت المنديل الواحد بسفيفة ثمن المتر منها صفر فاصل ثمانمائة وخمسة وسبعين دينار السفيفة باللون الأزرق الداكن وتمثل محيط الشكل المربع لقيس مساحة كل قطعة من القطع التي تحصلت عليها يجب أولاً معرفة عدد القطع عدد القطع يساوي طول القماش على طول ضلع القطعة الواحدة أي 18 على 1.2 يساوي 15 قطعة مساحة كل قطعة يساوي الضلع في الضلع 1.2 في 1.2 يساوي 1.44 متر مربع ماقيس مساحة المنديل الواحد بالديسي متر مربع مساحة المنديل الواحد هي المساحة الجملية للقطعة المربعة على 9 1.44 متر مربع على 9 يساوي 0.16 متر مربع يساوي 16 ديسي متر مربع ما ثمن السفيفة اللازمة لجميع المناديل؟ نعلم أن السفيفة تخاط على أطراف المنديل وهو ما يمثل المحيط طول السفيفة اللازم للمنديل الواحد يساوي محيط المنديل نحسب محيط المنديل انطلاقاً من المساحة يساوي 16 ديسي متر مربع وبما أن مساحة المربع يساوي الضلع في الضلع إذن نقول كم في كم يساوي 16 ديسي متر مربع 4 ديسي متر في 4 ديسي متر يساوي 16 ديسي متر مربع هذا يعني أن طول الضلع يساوي 4 ديسي متر إذن المحيط يساوي طول السفيفة اللازم للمنديل الواحد ونحسبه كالآتي وفق القاعدة الضلع في 4 يساوي 16 ديسي متر إذن 16 ديسي متر يمثل طول السفيفة اللازم للمنديل الواحد لنعرف طول السفيفة اللازمة لخياطة كل المناديل يجب أن نعرف عدد المناديل في الجملة 9 في 15 يساوي 135 منديلا صغيرا 16 ديسي متر في 9 في 15 يساوي 2160 ديسي متر أو 16 ديسي متر في 135 يساوي 2160 ديسي متر نحولها إلى المتر لنعرف ثمن السفيفة التي شرتها الخياطة وهي الطول اللازم لخياطة كل المناديل الصغيرة 1260 ديسي متر يساوي 216 متر ثمن السفيفة كلها نعلم أن ثمن المتر الواحد يساوي 0.875 دينار يساوي 875 مليم كما ورد في المسألة إذن 8216 متر يساوي 875 مليم في 216 متر يساوي 189 ألف مليم يساوي 189 دينار